هزيمة مؤلمة لميليشيا الحوثي في شمال شرق الجوف الجيش الوطني استعاد الخميس معسكر الأجاشر والمواقع الملحقة به الأكثر ارتفاعا إلى الشرق من الخط الأسفلتي الذي يربط بين الجوف وصعدة مؤذنا بنهاية الميليشيا في هذه المنطقة وبتحكمها في خطة الإمداد الرئيس إلى مقاتلها في محافظة الجوف يقول الجيش الوطني إن جنود وضباط اللواء الأول حرس حدود خاضوا معارك عنيفة جدا خلال اليومين الماضيين مع ميليشيا الحوثي الانقلابية قبل أن يتمكنوا من تحرير معسكر الأجاشر ومعه منطقة المقردعة والفراسي إلى الشمال من منطقة اليتمة التابعة لمديرية خاب الشعف كبرى مديرية محافظة الجوف من حيث المساحة وتكمن أهمية هذا المعسكر في أنه يمثل أهم المعسكرات التدريبية لميليشيا في الجوف حيث يجري استقبال المئات من مقاتلية الميليشيا وتدريبهم قبل أن يتم توزيعهم على الجبهات في المحافظة وتكمن الأهمية العسكرية للأجاشر أيضا في كونه أحد أهم الترسانات التسليحية للانقلابين في هذه المنطقة إلى جانب كونه آخر المواقع التي كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية إلى شرق الخطة الدولي الرابط بين صعد والجوف ويطل المعسكر على أراضي واسعة ومفتوحة وبتحريره يكون الجيش قد حرر نحو خمسة وثمانين بالمئة من مساحة مديرية الخب والشعف حيث شرعت الفرق الهندسية التابعة للجيش في تفكيك حقول الألغام الهائلة التي خلفها الحوثيون في محيث هذا المعسكر وبحسب مصادر عسكرية فإن معارك السيطرة على معسكر الأجاشر أعقبها فرار جماعي للميليشيا باتجاه صعدة لما سقطت أعداد منهم بين قتيل وجريح وأسرى آخرين بينهم خبير في تركيب العبوات الناسفة بخسارة الأجاشر تفقد الميليشيا ميزة التحكم بخطوط الإمداد على الرغم من وجود خطوط فرعية أخرى لها لكنها أشد وعورة الأمر الذي سيصعب الموقف العسكري للميليشيا في الجوف خلال الأيام القليلة القادمة ويسرع من تقدم الجيش وسيطرته على ما تبقى من مناطق المحافظة بيد الإنقلابيين